قال وزير الخارجية الصيني تشينغان إن الصين مستعدة للعمل مع زنبيا لتعمق تعاون متبادل المنفع جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين مع نظره الزنبي ستانلي كاسونجو كاكوبو قالت تشين إن الصين تهدف إلى تعزيز تعاون العمل مع زنبيا في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنتدى تعاون الصيني الإفريقي من جانبه تحدث كاكوبو عن صادقة العميقة بين البلدين التي يأمل أن يشهد تطورها وأشكر الصين على دعمها القوي للبناء الوطني والتنمية في زنبيا على مر السنين كما تحدثت شين عبر الهاتف مع وزير الخارجية البريطاني جيمز كيفرلي وقال إن العلاقة السلمية بين الصين وبريطانيا لا تخدم مصالح البلدين فحسب بل تساهم أيضا في السلام والتنمية العالميين من جهته قال كيفرلي إن الصين أصبحت قوة مهمة في الاقتصاد العالمي وأضاف أن بريطانيا مستعدة لتعزيز تبادلات رفيعة المستوى والتواصل الاستراتيجي والتصدي المشترك لتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي تغير المناخ والأمن الغذائي